شاركت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في الحملة الرمضانية جود التي تنظمها جمعية الشارقة الخيرية من خلال تقديم إفطار للصائمين على مدار يومين كثيرة هي صور العطاء في شهر الخير صور تعكس أهمية التسامح والتعايش في دولة الإمارات حيث نرى هنا إحداها وهي تقديم وجبات إفطار للصائمين في المبادرة التي تنظمها جمعية الشارقة الخيرية من خلال حملة جود الرمضانية وشاركت فيها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في مشهد يعكس ترابط الجهات الحكومية في البرامج المجتمعية يوم إفطار فقير كادح خدم في الدولة يخدم طول هذه السنين في هذا اليوم تحس بالتراحم والتكاتف اليوم نشكر في هيئة الإذاعة والتلفزيون في تلفزيون الشارقة في مبادرتها حقيقة هي أخذت يومين ما بيوم واحد في المبادرة وشاركت أخواننا الموظفين في الهيئة ومع أسرهم نوجه الشكر لجمعية الشارقة الخيرية لتاحة الفرصة لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون للمساهمة بهذا الفطور للأخوة الصائمين من خلال هذا التجمع الرمضاني ونسأل الله أن يبارك للجميع الصائمون في إمارة الشارقة ودولة الإمارات لا شك أنهم ليسوا بعيدين عن أهلهم ومن خلال مبادرة إفطار صائم عكست الإمارة معاني التسامح والتلاحم دون التمييز بين عرق أو لون أو دين أحب أشكر الإمارات العربية المتحدة وحكومة الشرقة تحديدا طبعا نحن نرى الصفرة كل يوم من أول رمضان ونحن بعيد عن أهلنا لكن في نفس الوقت نحن نحن بعيد لأن الناس كلها موجودة نعود معهم وبصراحة هم عاملين معنا فوق الصحة وزيادة وبنشكر المتطوعين اللي بيجيبوا الإفطار كل يوم زي كذا والحمد لله بنحس نفسنا بين عائلتنا وبنحس بالغرباء جهات حكومية تتسابق لكسب الأجر وأياد تتكاتف لعمل الخير ومستمرة في مد يد العطاء فهذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز الترابط المجتمعي وتقديم العون الإنساني إذن تأتي هذه المبادرة الخيرية بهدف تعزيز الترابط المجتمعي وإبراز ثقافة العمل التطوعي لأخبار الدار العنود السوري